عرفتنا طبعا مقر المحافظة في السويس كان طول النهار فيه عنده أمامه كر وفر لكل بيتابع أحداث اليوم وشاب فيه حريق زي ما فهمنا هل تم تطويق المسألة أم لا عماد اسماعيل زميلنا من السويس أهلا بيك يا عماد أهلا وسهلا بيك يا أستجامون أنت بخير النهاردة كانت وسط الأحداث كده كده أن تكون من المصابين يعني والله يعني الحمد لله إحنا كنا هنا متوجدين في السويس من الساعة 9 ساعة صباحا وهنا الأحداث حتى الآن ساخنة جدا وبالأخص في شارع المحافظة نحن وهنا في شارع محافظة السويس الأحداث هنا كلها أمام المحافظة دائما عندما نأتي إلى مدينة السويس يكون التجمع أو التظاهرات في ميدان الأربعين ولكن اليوم وحتى الآن كانت تجمع حتى الساعة الثانية ظهرا جميع المسارات تجمعت بالفعل عند ميدان الأربعين ثم توجهت الساعة الثانية ونصف عصرا إلى محافظة أمام المحافظة وكنا معهم وكنا في المقدمة لنقوم بالتصوير وعندما وصلنا إلى مبنى المحافظة وكان الهتاف عند الكرب من مبنى المحافظة هو سلمية سلمية وكأن كلمة سلمية هي سر البداية أو نقول نقطة الاشتعال التي أحدثت كل ما حدث اليوم فبعد ذلك وجدنا قوات الأمن قامت بضرب غازات مستهلة للدموع بكثافة كبيرة جدا جدا حتى أن أغلب الناس ابتدوا أن يقعوا على الأرض ويحدث حالة من البهث وحالة من الجاري والهلع والفزع وبالفعل حتى أنا وقعت وكان الطائق معنا في مغشيا وقع مغشيا عليه وكانت حالة كثيرة ولكن اللي كان بيحمي مبنى المحافظة عماد أنا شفت الصور اللي أنت بعدته لنا وشفتها كمان على وكالات أخرى مين اللي كانوا بيحموا مقر المحافظة؟ دول كانوا وزارة الداخلية؟ هم عساكر لبسين أسود يعني يبدو أنهم كما نعرف أسود وكاكل كمان مثل ملابس الأمن المركزي هم يلبسون ملابس سوداء وتبدو أنها كملابس الأمن المركزي وبالنسبة للحريق الذي اشتعل في مقر المحافظة محافظة سويس يعني الحريق كان هناك تمل سيطرة على هناك كان فيه مدخلين يعني مدخل الرئيسي أنه كان عليه كل هذه القنابل وكان هناك مدخل انتجاه أخرى طيب اشرحي أكتر يا عماد خلينا ندخل لروح الخبر مش بس نصه المجموعات اللي تجمهرت في السويس واختارت النهاردة بديلاً لمدالة 40 مقر المحافظة إيه الرسالة اللي كانت بتوصلها يا عماد؟ والله يقول يعني الرسالة النهاردة الناس خرج لها النهاردة يعني هو المناداء بما حدث في صورة يناير وهو العيش والفرية والعدالة الاجتماعية ومع إثقاط النظام هذه هي الرسالة التي خرج جموع الجماهير هنا في السويس لهذا النداء طيب من رؤيتك أو على الأقل من استشفافك للجماهير الموجودة دي كانت جماهير طبعا لحركات سياسية بالأساس؟ دا سؤال مهم جداً أستاذ مونا يعني هو الأغلبية هنا ممكن نقول بنسبة يعني بدون مبالغة بنسبة 80% هو جمهور عادية وممكن 85% لأن أنا كنت لسه أقول لحظة ذك من شوية أن باع الجاري ومع حالة الهلع التي حدثت كان هناك كثير من السيدات والأطفال لأن كان هناك أسر تنزل بالفعل وتنسك لفتات وهناك أسر للشهدات فكل هذا غضب شديد من الأسر سيدات ورجال وشيوخ يعني جميع الأعمار فهذا واضح جداً أن حتى الحركات والاقتلفات قليلة للغاية أو يعني الجماهير هي التي تبدو في الصورة أسر نعم عماد إسماعيل قدر يعني هي في إيدي دلوقتي هي صناعة أمريكية وإنتاج يعني 2003 يعني آخر مدة لها هي منتجة صلاحية حتى 2003 يعني قنابل غاز فاسدة أه بالضبط هي منتجة صلاحية حتى 2003 هو الخوف بيبقى من تاريخ الصلاحية أنه قد يتحول مش بس الأسر بتاعه وتفريق المتظاهرين أنه ممكن يبقى قتل المتظاهرين لما بيبقى في إكسباير ديت يعني وإحنا بنحاول دلوقتي بس على عشان السبكة هنا في صعوبة جنب المحافظة لو ظهرنا معكم على الشاشة الصورة هنوردها لكم على الشاشة يعني أرجوك أرجوك هرجع للتواصل معك تاني يا عماد وكمان مع ضيفنا دكتور عمري حمزاوي بعد الفاصل لأنه عندنا صور كتيرة لازم نعرضها ونعلى عليها ونحاول نستعد للغد